في المغرب أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن عددا من مناطق المملكة ستعرف ابتداء من اليوم البداية من الفلبين حيث قتل 19 شخصا في اعتداء بقنبلتين استهدف كنيسة في جزيرة جولو وصل أمس رئيس والحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى العاصمة الإثيوبية أدي سبابا شكرا لك ومن هذا المنبر باسم طاقم هاشتاك بيناتنا لديك شابو اسلام كبير لأنك من بين المغربيات لكي فيحو بكري ديال بالصح وعرف أنه ليس سهل لأنه الفترة الصباحية الإخبارية